بكل تأكيد التعليم والاستعداد للعام الدراسي الجديدي اللي هيبدأ بعد أيام قليلة كل سنة وحضراتكم طيبين أكيد هو ده الشغل الشغل لكل الناس مش بس في مصر ولكن في العالم كله بما أننا النهاردة في محافظة كافر الشيخ المحافظة الجميلة دي فلازم نتطمن على أولادنا وعلى المدارس إزاي مستعدة إزاي هتستقبل أولاد إيه هي الإجراءات اللي وزارة تربية والتعليم ممثلة في طبعا مدريد تربية والتعليم هنا في كافر الشيخ إزاي استعدت وإزاي هتستقبل أولادنا مرحب بالدكتورة بوسينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كافر الشيخ دكتورة بوسينة أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا بحضرتك مستعدين إزاي تستقبلوا الطلبة بإذن الله بعد أيام قليلة في المدارس طبعا أنا بهني حضراتكم بهني شعب مصر العظيم الكريم بقرب بداية العام الدراسي الجديد وعايز أقول لحضرتك إن محافظة كافر الشيخ في حالة نهضة وحالة ابتهاج وحالة استعداد غير عادي السنة دي ببداية العام الدراسي إزاي فهم؟ يعني الناس عايز أقول لحضرتك إن الناس جواها تحدي ببداية العام الدراسي الجديد لهذه السنة من قسرة التشكيك في إن إحنا ممكن نبدأ عام دراسي جديد من قسرة الخوف من إننا نبدأ عام دراسي جديد عايز أقول لحضرتك إن إحنا عندنا صور كتير إن شاء الله تقدروا تتحصلوا عليها معنا لمديرين مدارس ومدارسين بيدهنوا الفصول بأيديهم بيدهنوا أبواب الفصول بأيديهم مدير مدرسة مسك الخرطوم يعني شايفين الدسكات هنا لما جينا قالونا دي عشان تدهن كل الدسكات كلها بتدهن إحنا عملنا حاجة في كافر الشيخ إن جميع المدارس بلا استثناء كل الدسكات نزلت في فناء المدرسة زي ما حضرتك شايف بيبتدوا يعملوا تصنيف للدسكات إيد دسك اللي نقصه مصمار وإيد دسك اللي نقصه قاعدة وإيد دسك اللي مش نافع خالص يتركن وبعد كده بعد ما يتعمل الصيانة تبتدي تدهن الدسكات في الحوش بألوان مختلفة ألوان مبهجة ألوان التربية والتعليم ما كانش معتاد عليها الأحمر والأصفر والأغدر بحيث إن إحنا ندي نوع من التفاؤل والبهجة للطلاب داخل الفصل ده ده في كل المدارس ولا في المدارس بقى نقدر نقول إليه في المركز حضرتك ولا اللي في آخر قرية في مطوبص لا في آخر مدرسة في آخر قرية في مطوبص وأنا بقول لحضرتك على سبيل المثال للحصر حضرتك يا ريت تتوجه المدرسة اسمها أبي عقادة على حدود كفر الشيخ أبي عقادة دي آخر مدرسة بجد آجمال شوفوا البهجة والجمال واللوحات اللي مرسومة على سور المدرسة العظماء لمصر سواء قيادات سياسية أو فنانين ناجيب الرحاني وإحمد زويل ومكلسوم وعبد الحلم حافظ طبعا لو كمان كفر الشيخ بتزخر من أول زعيم سعد زغلول وإحنا جايين قامات كتير بالزبط كده وعلى الصور كل قيادات كفر الشيخ اللي معروفين على مستوى مصر وبعدين تدخل تلاقي من الحديد الخردة عملوا مراجح للأطفال ومتلونة ألوان جميلة من الخردة بواسطة التعليم الفني داخل الإدارة تلاقي مدرسة كانت في بداية العام الدراسي اللي فات ده كانت بركت ميا بسبب السيول لما تلاقيها تحولت إلى جنينة في منتهى الجميل وفيها ظهور وفيها أشجار وديب المشاركة المجتمعية وبإيد مدرسين المدرسة ومدرسين المدرسة يبقى فيه نهضة طبعا الناس الأهالي اللي بيسمعونا أهالي كفر الشيخ الكرام عايزيني يتمنوا من حضرتك إيه الإجراءات اللي دكتورة بوسينة وزارة تربية والتعليم قالتها عشان نضمن سلامة ولادنا اللي هيجوا يدخلوا المدرسة دي وباقي المدارس أعتقد أكتر من ألفين مدرسة في كفر الشيخ بالزبط كده 2330 مدرسة طيب إيه اللي بقى الإجراءات اللي هتتبعها تمام أولا بالنسبة للإجراءات الصحية إحنا عارفين إن معالي ويزير التربية والتعليم أصدر قرار بإن الطلبة مش هتحدر طول الأسبوع فبالتالي الطلبة هتتقسم تقريبا كده التلت والتلت والتلت فالفصل مش هبقى فيه أكتر من عشرين طالب أو اتنين وعشرين طالب فالمسافات اللي هي متر ومتر ونص طوء يعني من أمامه من الخلف ومن الجناب موجودة هيتحقق على الأرض طبعا هيتحقق على الأرض إن شاء الله وإحنا موجودين وإحنا هنتابع فيه فرق متابعة غير عادية عايز أقول لك المتابعة السنة دي غير عادية ومعالي وزير محافظ كفر الشيخ أمر بزيادة عدد الزائرات الصحيات أمر إن وزارة الصحة تتعاون مع التربية والتعليم بشكل كامل لمتابعة الإجراءات الاحترازية الصحية المدارس السنوي بنية تحتية كاملة الإنترنت كامل الأجهزة كاملة كل مدارس السنوي متغطاء إنترنت كل مدارس بنسبة 100% في محافظة كفر الشيخ ده بالنسبة للمدارس السنوي بالضبط كده علشان عندي أولى عندي السنة دي أولى وتانية وتالتة سنوي التلات سنين أصبحوا شغالين تابلت حقيقي فلازم يكون البنية التحتية وامتحانات هتبقى كمان النظام الجديد أونلاين فما فيش مجال للخفع بنسبة واحد في المليون بالضبط جودة الإنترنت في القرى في المدارس السنوي يعني بعيد شوى عن مركز المدينة تغطية الإنترنت كويسة فيها هقول لها داتك حاجة إحنا نطلب مننا نعمل حصر بالقرى اللي دعا اللي الإنترنت فيها نسبته ضعيفة وفعلا عملنا الحصر ده وبلغنا به المحافظة معالي المحافظ خاطب السنترالات مدير السنترالات في محافظة كفر الشيخ والآن جاري تقوية الإنترنت في حوالي يعني حوالي 62 مدرسة دكتور بوسينة كاشك وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ من نجاح لنجاح وحقيقة فتحته نفسنا على الشغل الجميل عندكم في محافظة كفر الشيخ بشكر حضرتك